المريضة إجدت في وضع جداً حرج قريبة الوفا قريبة الوفا فإحنا بالنسبة أن البروتوكول يقول متى الطفل لازمة إذا مو عندك بيسيا بس مرات المريض عندك هدفك السامي أنه تنقض حياة المريض إحنا طبيياً المريضة من كانت نعتبرها دكتور المشرف والاختصاص بعد ما ناقش الحالة وهي أهل المريضة وأخذ موافقتهم ووجود شهود المرضى اللي بصف المريضة المريضة كانت جداً تعبانة وده نفقدها هذا قالهم إحنا كحل أخير نقدر نطل البلازمة إذا ماتنا البلازمة هو حل أخير هذا حل أخير المريضة تموت نأخذ موافقتكم الزوج المتوفية تجلب الدكتور الدكتور الطيني أي حال إحنا ما قدمانا يعني أنا أكون منصف إحنا نطل البلازمة بعد ظهور نتيجة البي سي آر بعد ظهور نتيجة البي سي آر المريضة تموت تموت حالة يعني إحنا ترى من حرص الكادر من حرص الكادر أنه لا نفقد المريضة المريضة لو كانت بعلامات حيوية الطبلة موجودة لو كانت المريضة بعلامات حيوية يعني مستقرة وكانت ننتظر مثل ما هسا إحنا عدنا مئات منتظرين على سراء البلازمة أنا أفضلهم أسوي لقاء ويالطبيبي المباشر اللي أمر بإعطاء البلازمة وهذا اللي صار مع المريضة المتوفية أبدا لأنها يعني خذنا الكونسينت ما للمريض ما لطينا بدون موافقة ما لطينا اطلاقا اطلاقا ما لطينا البلازمة بدون والمريضة دا نفقد حياتها والمسحة تتأخر للصبح تتأخر صباحا يعني يعني أما عملية أنه إعطاء البلازمة والبلازمة هي اللي سبت الوفاة فحقيقة هذا الشيء يعني كنجنة علمية في مدينة مرجان احنا شكلنا نجنة علمية بهذا الأمر الإداري لمتابعة الموضوع وكان القرار من الاختصاص كإنقاذ لحياة مريض هو فارغ ديء احنا اشتركوا في القناة